بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي السيد المرسلية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية نود أن أشكر الأخوة في جمعية المحامين على دعوتهم الكريمة هذه وأرفع أسماء آيات التهنية والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك جعله الله شهر خير وعطاء وإن شاء الله يعود علينا دائما بالخير واليوم والبركة العالم أجمع يمر بعاصفة عصفت به وهو جائحة وباء كورونا وأنا أعتقد شخصيا أن الأزمة هي في بدايتها الآن الأزمة تتعدى كونها وباء فقط إنما هذا الوباء جاء في ظروف دولية دقيقة ضمن هذه الظروف جاء وسط أزمة اقتصادية خانقة وقد يعقب ذلك مواجهة كانت تحدث دائما بعد كل وباء يمر فيه العالم في القرن التاسع عشر تعرض العالم إلى وباء الطعون وبداية القرن العشرين كان هناك الانفلونزة الإسبانية والتي راح ضحيتها حوالي خمسين مليون وحية أعقبها كساد اقتصادي في ذاك الوقت وأعقب الكساد الاقتصادي الحرب العالمية الأولى استمر الكساد الاقتصادي وجاءت الحرب العالمية الثانية كانت دائما بعد كل أزمة عالمية تحدث بهذا النوع يتغير النظام الدولي كاملة في الدول في الداخل أو من خلال إخراج نظام دولي جديد اليوم نحن نرى ملامح جديدة بدء التظهر فيما يتعلق صراع في مراطق النفوذ في العالم لدينا وباء كورونا يتعدى كونه مرض عادي قد اشتاع أو وباء عادي قد اشتاع على المجتمع هذا الوباء غير ملامح كثيرة في منظومتنا الدولية هذا الوباء يعني مفاهيم كثيرة انهارت من ضمن هذه المفاهيم هو مفاهيم النظام الصحي لديه بعض الدول الأوروبية أو لديه عموم الدول الأوروبية ونوات المتحدة الأمريكية هذا الوباء أدى إلى فشل أو هذا الوباء أبرز فشل الكثير من منظمات الدولية ومن ضمنها منظمة الصحة العالمية المعنية الأولى في مثل هذه الأمور التي كانت من المفترض أن تكون المؤشر الرئيسي في اخبار الدول بهذا الوباء لاتخاذ اعتياطات اللازمة ولذلك نلاحظ اليوم الهجوم القوي من وات المتحدة الأمريكية ومن البريطانيين ومن الألمان ومن الفرنسيين ومن الأسبان ومن الإيطاليين على هذه المنظمة وفشلها في القيام بمهامها اليوم نحن نتكلم عن عالم تغير خلال أشهر قليلة أو خلال أسابيع قليلة نظرة تغيرت إلى هذا الوقت نحن لم نستوعب هذه المتغيرات ونتائج هذه المتغيرات علينا وباء كورونا أدى إلى انقسام المجتمع ما بين الصين وما بين الدول الغربية والمتحدة التي ترى أن الصين بإخفائها للمعلومات وهي المتسببة الأول والأخير عن هذه الأزمة وتريد أن تحمل الصين المسؤولية الرئيسية تجاه الضحايا التي لا زالت تعاني منها هذه الدول مفاهيم عريضة تغيرت قوة ستتبدل إلى هذا الوقت أنا أعتقد أننا في بداية الأزمة ليست بداية أزمة كورونا إنما بداية أزمة التحول في العالم سننتقل من أزمة كورونا إلى كساد اقتصادي كبير لم يحدث إلا في خلال بداية القرن العشرين في 1930 في ذلك الوقت وهذا سيكون له نتائج أكسية ونتائج وخيمة فيما يتعلق في العلاقات الدولية وستكون هناك نوع من القطبية ما بين الوات المتحدة وحلفائها والصين وحلفائها بدون شك أن هذه ستكون علينا إنعكاسات كبيرة على دول المنطقة فنحن جزء من هذه المنظومة الدولية اليوم نحن نتكلم عن واقع إلى هذا الوقت مهما حاولنا أن ننظر لنبرز معالمه سيكون غير واضح إلينا في هذا اليوم بتحديدا أو غدا أو بعد غدا إنما ستتضح ملاحمه خلال الأشهر القادمة ولذلك أنا دائما أصر أن هذه الأزمة ستستمر أشهر قبل أن نستطيع التعرف على ملامحها الحقيقية ضمن هذه المفاهيم أن أوروبا وأمريكا هذه الدول المتقدمة التي كنا نعتقد فيها أنها تحتوي على نظام صحي متميز وتحتوي على نظام إداري متميز هذه النظرة أعتقد تغيرت اليوم 180 درجة بل أصبح المال في هذه الدول ليس ذي فائدة والنفوذ ليس ذي فائدة والمنصب ليس ذي فائدة أصبح الآن الأمور اختلطت ورأسا على عقد في المنطقة في منطقة الخليج عندنا بدون شك نحن سنتأثر تأثر كبير شأن شأن بقية الدول ضمن نتائج هذه الجائحة وتداعياتها علينا أول هذه التغييرات هو الأمن القومي الأوروبا بشكل عام والأمريكا بشكل عام وجدت أنها باتت أسيرة للتبعية الاقتصادية للصين أسيرة للصناعة الصينية حتى الألمان أنفسهم وهم رمز الصناعة أو فخر الصناعة الأوروبية بدأوا يشعروا بهذا الشعور بأنهم أصبحوا أسرى لدي الصناعة الصينية جميع السبير بارت الكمامات المعدات ما إلى آخر ذلك مثل ما تشاهدون حاليا متوفرة بالصين أكثر مما هي متوفرة في الدول الأوروبية فعلى الدول الأوروبية أن تتخذ إجراءات حماية من أجل حماية صناعتها مجددا بأي صورة من الصور وهذا بدون شك سينعكس علينا في المنطقة إذا الدول الأوروبية وولوات المتحدة الأمريكية أرادت أن تحمي صناعتها مجددا مع تفوق الصناعة الصينية فيما يتعلق بالأسعار عليها أن تفرض الرسوم وعليها أن تمارس كافة صلاحياتها من أجل تسويق لهذه الصناعة لديها مهما بلغ سعرها الذي حلفائها وإحنا من ضمن هذه الحلفاء وبدون شك سيكون هناك حد للنفوذ الصيني الاقتصادي ليس فقط في منطقات الخليج إنما حتى في منطقة العالم أجمع ضمن الصراع المتوقع الذي سيكون بين هذه المجموعة وبين الصين بالنسبة للكويت والخليج بشكل عام الأمن القومي لهذه الدول شعرت بأنه لا بد أن تمارس دور لحمايته وبالذات أهم نقطة هو موضوع العمالة التعداد السكاني في دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص من الواضح أن هناك خلل وهذا الخلل الآن في هذه الأيام بات أنه خلل بات يهدد الأمن الوطني والقومي لهذه الدول فعلى دول الخليج والكويت بشكل خاص العمل على تعديل التركيبة السكانية بصورة تحافظ فيها على أمنها الوطني وعلى أمنها القومي من أجل ذلك لا بد أن تفتح المجال أكثر للعمالة الوطنية لديها طبعا هذا يقودنا إلى موضوع أنه إعطاء الفرصة أكثر للعمالة الوطنية لأن يكون للقطاع الخاص مساهمة فعالة للأسف إحنا لحد الآن القطاع الخاص لدينا مساهمته في الناتج الإجمالي للدولة يكاد يكون ضئيل أو شبه معدوم بمعنى آخر أن الكويتي يشتغل لا من قال لك ما يشتغل الكويتي أنت عندك الآن شوف بالأزمة هذه الكويتي يقود سيارة الكويتية أيضا تقود سيارة الكويتي يمب الخطوط الأوائل الكويتي يدزل عربانة الجمعية الكويتي يخدمك لا تقولي الكويتي ما يشتغل الكويتي يشتغل لكن أنت يجب أن تعطيه فرصة وتعطيه حقه الحق اللي تعطيه إياه مو تجيب لي واحد تجيب لي 30 ألف واحد من الهند أو تجيب لي 31 ألف واحد من البنغال أو ما إلى آخر ذلك من أجل أنك تعطيه ألف دينار وللأسف أنك تقتعت وراء إقامته بصورة مهينة وبصورة غير قانونية وبصورة أيضا غير شرعية مقابل أن تقولي أنا أعطيه أمية دينار الكويتي لا تجيب الكويتي وتعطيه المبلغ اللي يستحقه مثل العمالة الأوروبية مثل العمالة الأمريكية يعني حالياً اللي بأمريكا والأوروبا وعمالة يشتغلون لك الرواتبهم تجد الحد الأدنى راتبه 700-800 ألف دينار بصورة يستطيع أن يعمل من خلاله لكن أنت ما تريد تعطيه الراتب هذا وتنتقده في عدم هذا وروح تستغل العمالة الاستغلال السيء إحنا الآن ندفع ضريبة للأسف الأخطاء الجرائم اللي استكبتها بعض الشركات وبعض الأشخاص الآن بحق دولهم وبحق شعوبهم فهذا أحد الأشياء الرئيسية يجب أن تتغير بعد وباء كورونا من أجل الأمن القومي في هذه المنطقة الجزء الآخر والمهم أيضاً وهو موضوع التكاون الاقتصادي اليوم أنا في الكويت الجو مسكر والبحر مسكر فلم يتبقى عندي سوى إيران والعراق والسعودية بشكل رئيسي إيران لديها ما يكفيها والعلاقات مع الغرب وشد وجذب دائماً مع دول خليج وبالتالي حتى لما حاولنا خلال الفترة الأخيرة أن نفتح المجال التجاري وجدنا أن هناك نوع من انتعاض داخل الكويت وتردد وخوف العراق يعني أعانم الله على ما هو عليه وبالعكس هو يحتاج إلى الدعم أكثر ما نحتاج إلى دعم رغم أنه بلد غنيت اقتصادياً غني بالماء غني بالزراعة غني بكل شيء بالعقول لكن يعني أبتليه بما أبتليه فيه في الكويت إحنا ليس ندينا الآن سواء العمق الاستراتيجي دائماً كنا نردد العمق الاستراتيجي السعودية فترة أخيرة فينا جاءوا جاءوا وقالوا تردد بيحتونا في العمق الاستراتيجي السعودية اليوم اليوم العمق الاستراتيجي الكويتية السعودية لو لا المنافذ البرية والتجارية والمنفذ التجاري في مدنة بالمواد الغذائية وما إلى آخر ذلك لكننا محاصرين وحاصرنا أنفسنا بصورة للأسف أنه ستكون صورة مزرية إنما اليوم الأمن أو البعد الاستراتيجي الحقيقي تحقق الكويت وهذا لذلك وزير الخارجية قبل فترة شقة تقدم شكر للحكمة المملكة العربية السعودية في أن المنافذ البرية فيما يتعلق بالتبادل والتجاري مع السعودية مفتوح وبالتالي نحن اليوم يجب أن نركز أكثر على موضوع التكامل الاقتصادي مع السعودية مع الإمارات مع بقية الدول الخريج الأمن الغذائي مهم جداً الأمن الغذائي إذا اعتمدنا اليوم مني لستة شهر سبع تشهر صحيح قد يكون حصلنا على توفير أمن قذائي يعني أو أخذنا احتياطاتنا لكن هذه ليست كافية لنتخيل خلال فترة الأشهر القادمة أن احتدم الصراع ووصلنا إلى أمور لا يحمد لا يحمد لها فنحن لا نملك الآن إلا أن الأراضي في المملكة وفي الإمارات وفي بقية دول الخليج أن تستغل زراعياً ومن أجل تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي هذا لم يعد ترف اليوم في الخليج بطنا بحاجة ماسة لتحقيق هذا التكامل الخليجي لاحظوا اليوم الأعداد عندما ترتفع في المملكة العربية السعودية أعداد المصابين بالكورونا وعندما ترتفع في الكويت ترى كل فينا يتأثر بالثاني لأن كل فينا معتمد على الثاني ولذلك ليس هناك أبواب مغلقة بيننا وبين السعودية وبين بقية دول الخليج ولذلك نحن نتأثر ببعض لبعض وعلينا أن نخطو خطوات جدية تجاه هذا التكامل الاختصالي وتجاه تحقيق نوع من توفير الأمن الغذائي في هذه المنطقة تحسباً لأحداث قد تطرع المنطقة وتكون أقوى مما نشاهده حالياً وهذا بطبيعة الحال ما نتمنى العامل الأكثر أهمية هذه الأزمة عززت نظام المركزية نظام المركزية عززت أنه لا بد أن الحكومات تقوم الآن بعمل جبار في كل دول منطقة وبالأخص أنا أتكلم عن الكويت الآن الحكومات الفاشلة أو التي أظهرت فشلها هنا تتحمل هي وزر ما حدث في الكويت والله الحمد هناك خطوات إيجابية قامت بها الحكومة الكويتية ممثلة بوزرائها ممثلة بتجاوب الشارع الكويتي وهذه الخطوات الحمد لله أدت إلى ارتياح في الشارع وبالتالي هذه الأزمة عززت من دور السلطات المركزية ليس فقط في الكويت إنما أيضا في كل دول عالم طبيعة الحال في بعض دول عالم عززت فيها السلطات الانفصالية لأن هناك أقالية وما إلى آخر ذلك فكل دولة تريد أن تنكفي على بعضها بعض وتحمي بعضها من هذا الوباء ومن أجل الانكفاء تتخذ عدة إجراءات من ضمنها القومية أو النشوليزم أو الفكر القومي في هذه الدولة وتركيز على أقاليم معينة وعلى مناطق معينة من أجل السيطرة على الخدمات والسيطرة على هذا الوباء وكبح جباح هذا الوباء في الكويت علينا الآن أن نفكر جديا أو أن نستفيد من هذا الأزمة التي تعصف في العالم لا يجب علينا أن نكرر خطأ 1990 1990 تحرّت الكويت وكنا نعتقد أنه هذه ستكون فرصة من أجل بناء كويت جديدة وللأسف أنه ساهمنا في هدم الكويت أن أردنا من حيث العمالة أن أردنا من حيث التطور السياسي أن أردنا من حيث المشاركة السياسية للأسف كنا بمثابة من مسك معول ودمر هذا البناء ليس وقت الآن تبادل اتهامات إنما هذه حقيقة يجب أن نعترف فيها ليس من أجلنا نحن نتحدث الآن من أجيال أجيال ستحاسبنا عن كل ما فعلنا تجاهها أجيال ستقول لنا بأننا نحن ضحايا ما فعملتم في هذه البلد اليوم نحن في منعطف جدا خطير ومنعطف مفيد إذا استطعنا أن نستفيد من أخطاء الماضي لنبني كويت جديدة كويت تستطيع من خلالها أول شيء تعديل التركيبة السكانية بصورة تستطيع حماية أنفسها في الأمن القومي ثانيا علينا أن نقضي على مستوى البطالة ليس فقط من خلال العمل الحكومي الجهاز الحكومي يستوعب أكثر من 70% أو 8% وهذه عدد فوق الحد المحتمل لذلك على القطاع الخاص وعلى القطاع الخاص وثم على القطاع الخاص ليس بخيار إنما بإلزام بقانون حكومي أن يتم الفتح المجال للعمالة الكويتية على كافة المستويات وما حدث من عمل مشرف لأبناء الكويت هذا يجعلنا لا نتردد لحظة بأن نفتح أبواب عماؤهم ويعطوا الرواتب ويعطوا الدخل الذي يليق فيهم لا تساوي لي في عمالة جيب ليها وافدة وتحملني مشاكلها وتحملني مثل ما أنا أعيش حاليا من مشاكل وأنت تأخذ من وراء ظهورهم الأتوات وما إلى آخر ذلك بصورة مقيتة مقابل أن الكويت يقعد هنا ويقعد تقول لي أنا هذا لا يجب أن الكويت يعطى فرصته ثانيا الشركات التي تحظى بحظوة بالعقود والمناقصات وما إلى آخر ذلك يجب أن تأخذ من أرباحها نسبة معينة إلى الكويت الكويت تستحق منكم ثلاثين إلى أربعين في المية من هذه الأرباح أن تكون لأجل الكويت ولأجل الكويتيين ما حدث في هذه الأزمة آلمنا كثيرا والله لم يؤلمنا أكثر أكثر ما يؤلمنا من للأسف عندما نرى رجال كنا نعتقد أن سيكون أول من يوحي لأجل هذا الوطن لكن وجدنا ذئاب ينتظرون الميزانيات وينتظرون ما ستواعق الدولة من حزم مالية من أجل الإنقضاض عليها وتحقيق كسب اعتاده خلال العشر سنوات الماضية على تحقيقه للأسف مستغلين العلاقات مع أصحاب النفوذ مستغلين الأتوات التي يمنحونها والكومشنات والعمولات وما إلى آخر ذلك إنما الخاسر الأكبر كانت الكويت وكنا نحن الخاسرين في هذه المعمع التي حاليا نعيشها لذلك هناك أمور كثيرة نحتاج إلى إعادة تقييم إلى إعادة تعديل نحتاج إلى حزم والأهم من هذا كله أن نحن نحتاج أن مجلس الأمة يعود مجددا إلى الشعب الكويتي نعم مجلس الأمة نحتاج إلى يعود مجددا إلى الشعب الكويتي أعتقد التحالف بين الحكم والتجارة يجب أن تضنضع له نهاية انتهى اليوم الشعب الكويتي هو الذي برز في هذه الأزمة الشارع الكويتي هو الذي برز هو الذي يعطي ما لديه هو الذي يعطي من دخله البسيط ليتبرع من أجل الكويت من أبنائنا من بناتنا من أمهاتنا من أنفسنا لما أسمع أن كويتي بالأمس توفي لأنه كان يعني تطوع في إحدى الجمعيات كويتي دكتور كان في الصفوف الأولى كويتيين بناتنا أولادنا لهذا فلذلك هؤلاء الأشخاص وهلاء الشعب لا يجب أن يكافأ إلا على قل بحقوقه الرئيسية وهو المشاركة الحقيقية في الحكم كما كفى لها الدستور الكويتي التجارة أو التجار أو غرفة التجارة أعتقد أنه كان لها دور إيجابي في بداية الكويت ودور نفخر فيه إنما رجال اليوم غير رجال الأمس بكل معنى الكلمة اليوم علينا أن فعلا نعيد دولة المؤسسات نعيد التمثيل الشعبي الحقيقي لمجلس الأمة الكويتي غرفة التجارة يجب أن تأخذ دورها المعتاد إنما المشاركة الحقيقية يجب أن تكون هناك مشاركة حقيقية لهذا الشعب من خلال مجلس الأمة ومن خلال ممثليه ومن خلال من يختاره كرئيس لهذا المجلس الذي للأسف اليوم بات لا يعد إلى شركة تجارية تحصد الأرضاح شهراً بعد شهر أو سنة بعد سن مع احترامي لبعض الأشخاص الموجودين لكن هؤلاء الأشخاص الذين لا يتعدون أصابع اليد الواحدة لا يمكن أن يفعلوا شيء في خضم هذه السلوك الذي بدنا نحن أسرى فيه علينا أن نعيد التنشئة السياسية علينا أن نكافح شراء الأصوات علينا أن نكافح نظام الفرعيات علينا أن نكافح الكثير المثال السلبية التي رسخناها في الكويت حالياً أنتم قاعدين تشوفون جميعكم أن هذا المجلس لا يمثلكم تدرون الآن أن أكثر واحد يؤثر في الشارع الكويتي منه هو الناطق الرسبي بأسم وزارة الصحة الكويتية السنة أكثر واحد يؤثر في الشارع الكويتي وهذا شيء يؤسف له لأنه كان يفترض أن يكون هناك مجلس يكون له دور وتأثير في الشارع الكويتي ليكون عون للحكومة اليوم الحكومة تعمل لوحدها والحمد لله أننا حضينا ببعض الأفراد في هذه الحكومة نرفع له الرأس ونرفع له العقال ونحن معه قلباً وقالباً ولذلك نقول لا تخضعوا لتهديدات البعض ندرك بأن البعض يريد أن ينقض على كل ما تطرحونه من حزة مالية وما إلى آخر ذلك إنما الشعب اليوم غير الشعب الأمس اليوم الكويت ليست جريدة أو جريتين أو ثلاث جرائد اليوم من خلال وسائل الميديا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الكويت فيه كل بيت من بيت الكويتي عبارة عن ثورة إعلامية كاملة ما أصبحنا مثل أول طول هذا ما يفهم في الاقتصاد أو هذا يفهم بالاقتصاد حتى لو كنت أنا ما أفهم الاقتصاد بس أنا أفهم حقيقة وحدة أنك أنت اليوم يا تاجر خليتني لا أثق فيك حتى وإن كان ما تطرحه فيما يتعلق حزم اقتصادية مشاريعك على عين رأسي إلا أنني لا أثق بك ولا أثق بما ستقدمه لي لأنني أخشى الآن على نفسي منك ولذلك على الحكومة أن تسري ما هي عليه وأعتقد أن قطاعات كبيرة من الشعب الكويتي معها وعلينا أن نكون واقعيين ونستغل هذه الأزمة للأفضل الكويت لن تتحمل المزيد من الأخطاء أخطأنا الكثير الكثير بحق الكويت إنما علينا الآن أن نتوقف قليلا من أجل أنفسنا من أجل أنا من أجل أولادي من أجل المجموعة الموجودة حاليا حوالي علينا أن نغير لأن هناك حاجة إلى التقيير في موازين القوة خلاص يعني مش معقولة تكون يعني أنت التاجر وأنت الجلاد وأنت المشرع وأنت 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 وبالتالي وجدت نفسك الآن أنت الآن بلا أي دعم وبلا أي ثقة من قبل الشارع الكويتي وبلا أي هذا اللي الحكومة تعمل الآن لوحدها ومثل ما قلت لك الوحيد اللي يحضر الآن بتأثير في الشارع الكويتي هو أنها تخطط بأسف وزارة الصحة 送ها لالله خيره وكثر الله خير وزار الصحة وكثر الله خير رئيس الوزراء وكثر الله خير زملاء من وزيرة خارجية ومن الأخوان الموجودين من وزيرة المالية ومن الوزار لهذا لكن هذا لا يكفي كنا نتمنى أن تعمل الكويت بصورة أفضل حتى مما هي عليها لكن الحمد لله أن الأمور جاءت بهذا لكن دعوني إذا في عندي وقت وهذا لكن دعني أختم بشغلة واحدة اليوم لكي أراك لا أريد منك الحديث إنما أريد منك تضحية فما هي تضحيتك من أجل الكويت كي أنا أستطيع أن أراك باغية في إيطاليا تمثل مفلام إباحية تبرعت بثروة إلى هذا الوقت لا يوجد أحد لا بالكويت ولا في الوطن العربي تبرع فيها إلى دولته الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر البغي اللي سقت كلب بحذائها دخلت الجنة وعندما ذكر أحد الصحابة عندما ظاهر كان يضاهي بالشجاعة ويضاهي في إحدى الغزوات ويقتل قال إنه في النار وفي الأخير اكتشف إنه انتحر بسيفه بسبب إصابته في النار فلا تظاهر علي بتصريحات وبعطايا أو تمن علي بعطايا أنا أقول لك يعني الله لا يشكر فضلك لأنه ليس هذه عطاياك اللي أنا أتمنىها منك أنا كنت أتمنى منك عطايا أكثر من ذلك بكثير مثل ما يعطي غيرك دولته مثل ما يضحي غيرك في دولته أنت ثروتك كلها بعد الله سبحانه وتعالى من هذه الأرض ومن هذا الشعب ومن هذا الأرض وين تضحياتكم؟ وين دوركم؟ صحيح لكوية الحمد لله ما هي مثل إيطاليا وما هي مثل غيرها لكن أنا أريد أن أراك إلى هذا الوقت أنا لم أراك نفس الشي حدث في 1990 1990 نافستونا حتى على الإعاشة ووقفتوا على الإعاشة أقرأت لول الحكومة بعد الله سبحانه وتعالى وثم بعض الخيرين هناك نعم هناك رجال أعمال خيرين ولا زلوا الآن موجودين معانا ولا يسعني ذكرهم حتى لا يعتبر أسوق لألف من الناس أو باء من الناس وهم مذكرين ويعرفهم الشعب الكويتي لكن أين هم الأغنياء؟ واللي يطلق عليهم البعض أين هم حاخامات الكويت؟ أصبح يطلق عليكم حاخامات الكويت ماذا تستفعلوا بهذه الأموال؟ اليوم كلكم جيتوا من أوروبا وأنا أمسق رأى الطيارات الخاصة سنة تربعة الطيارات الخاصة من أين؟ ليس من لندن الذي في الدمام الذي في البحرين الذي في الشارجة الذي في دبي الذي في مصر الذي في الرياض ألا طيارتين من لندن لماذا هربتم من أوروبا؟ لأن أوروبا لفظت أموالكم ولفظتكم واعتبرتكم كويتين حتى الأكل ما قمتوا تجدونه في أوروبا حتى التطبيب ما قمتوا تجدونه في أوروبا وجئتم تباكونا اليوم على الكويت اليوم الكويت تترحب فيكم لكن نحن كشعب شتان نراكم بعيد ولا نكاد نراكم فإن أردتم أن نراكم افعلوا الشيء وضحوا بالأمور التي نستطيع أن نراكم من خلالها وأن لا صدقوني الإرادة للشعب كاملة والشعب هو الشريك الحقيقي في الحكم وسترجع الأمور على ما هي عليه وهذه الأسرة الكريمة طول عمرنا نحن معها ولم نكن معاها بالرخاء إنما كنا معاها بالسراء قبل أن نكن معاها بالرخاء وهذا الكل يعفو في الختام أنا متفائل بأن القادم أفضل لكن في حالة وحدة إن أردنا أن نغير بعض الأمور إن أردنا أن نكافح الفساد إن أردنا أن نوقف هؤلاء المتنفذين عند حدودهم الحقيقية إن أردنا أن فعلا نضع عيدنا بيدين بعض وأن نستفيد من ضحايا أولادنا الآن اللي يعملون في الميدان اللي بعضهم توفي رحمة الله عليه ويجعله الله من الشهداء الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا سيدنا اليوم من خلق سنوات من المال والتخاضر فيما يخص العمال العامجية وممكن أغادت تصريح في 2009 لأنها قبل عبوط العمال العامجية هل من يمكن أن نقول أن اليوم فجرت هذا المال وما هو السبب التحرك الحكومي لمحاربة التجارة وما هو السبب التحرك الحكومي لم تفجرت اليوم وهو اليوم برزت على السطح وهي لحد الآن لم تفجرت أنت تتكلم عن حوالي ثلاثة مليون مقارنة مع واحد مليون أو ثلاثة مليون وشوي لم تفجرت إذا انفجرت أنت لن يكون موجود لكن هي موجودة من ذاك الوقت تجار الإقامات موجودين من هم تجار الإقامات لنكون واقعيين نحن تجار الإقامات للأسف بعض الأخوان كل واحد عنده ملف يروح عند الوزراء ويوقع على بعض الإقامات أنا اتفاجأت أن في بعض الشركات فيها ثلاثين ألف وعشرين ألف عامل هذا لو كان عامل تأخذ عليه ألف و ألفين دينار كويتي وهذا مال سحت أنت قاعد تأخذه وقاعد يتأجر هذا العامل إلى شركات أخرى في عقود أخرى هذا ليس من الحين هذا من زمان أخي خالد تراصر لها أكثر من ثلاثين سنة ونحن نصيح والتجار الإقامات أسماء معروفة ومعروفين إذا إلى اليوم لم أرى واحد أو اثنين هذا ضابط والثاني لا أعرف أين شكوهم لكن تعالوا وين التجار اللي تعرفونهم أنتم من ثلاثين سنة ومعروفين وأسماءهم معروفة وأسماءهم لامعة اللي ترسوا البلد في هذا الشيء أمس أنا قرأت خبره عسى ما يكون صحيح معقولة أن العمالة اللي في الجليب أصبح فيها عدد لا يستهام فيه من اللقطاء لقطاء غير معروفين الأب غير معروفين الأم ما أدري شم عددهم ولا أدري إذا هذا الخبر صحيح أو لا لكن إن كان صحيح كارثة ويتودهم لأنهم يعتبرون هؤلاء أبناء الكويت أحضروا يعتبرون أبناء الكويت هنود وفلبينيين وما إلى آخر ذلك من جنسيات أخرى قلت لك أتمنى تكون غير صحيح وأتمنى من الأخوة وزارة الداخلية أن يكون عندهم إصدار بيان أو شيء حول هذه المسألة الخطيرة لكن هذه التداعيات نحن حاليا نشوفها ونحن الضحية لذلك التجار الإقامات وأصحاب الشركات التي كانت تستفيد من هذه التجارة بالدرجة الأولى لا يجب علينا بس أن نردد موضوع العقاب وما إلى خذ أول شيء يجب أن يتحملوا تكاليف هذه العمالة وثانيا يتحملوا تكاليف إعادة هذه العمالة مرة ثانية ويدفع كل أجورها كل أجور العاملة يتتحملها ثالثا يجب أن توقف هذه الشركات على العمل ويوقف تصريحها على العمل حين هذه الساعة تبيت سجنة وروح سجنة لابد أن تكون حلولك منطقية ومنهجية ويتعالج فيها المشكلة ليس حلول تسبب فيها في زيادة المشكلة الساعة المباركة وحياكم الله